من مبارح صار بايدن أقرب للانسحابة من السباق الرئاسة أكتر من أي وقت مضى كل وجوه الحزب الديمقراطي اللي راهن عدعمه عم تضغط عليه لا ينسحب الرئيس السابق باراك أوباما أهم وجوه الحزب الديمقراطي المؤسرة بالسباق الانتخابة أبلغ المقربين منه أنه بايدن لازم يعيد النظر بترشيحه رئيسة مجلس النواب السابق الانسي بيلوزي بتعتقد أنه بايدن صار على وشك اتخاذ قرارة تخلي عن ترشيحه وبلغت أعضاء الحزب الديمقراطي أنه إقناعه بالانسحاب صار مسألة ممكنة أما بالكونغرس كترة أصوات الديمقراطيين اللي مطالبين باتخاذ هالخطوة وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ نقل لبايدن هواجس ممثلي الحزب بالمجلس تجاه استمرار ترشيحه وشجعوا على الانسحاب كخيار أفضل للبلد وللحزب الديمقراطي بعد إصابته بكورونا نعزل بايدن بالبيت وهالعزلة ما بتساعده على تبديد الهواجس وما حتخليه قوم قريبا بأي حركة بتطمن الجمهور الأمريكية عقد راته وإجت محاولة اغتيال ترامب لترفع شعبية منافسه بشكل كبير وصارت الشكوك بصحة بايدن عائق أساسي عم يمنع الديمقراطيين من خود معركة جدية في عدة أسماء مطروحة للترشح بدل بايدن من بين حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسون وحاكمة ولاية ميشيغن جريتشين ويتمر إضافة طبعا لنائبة الرئيس كامالا هاريس الأرجح أنه هيك أسماء بديلة هي اللي خلت الجناح اليساري بالحزب مثل السيناتر بيرني ساندرز والنيبي أليكساندرا أوكاسيو كورتاز يطالبوا بالتركيز على دعم بايدن بدل الضغط لانسحابه لأنه هالجناح ما قادر يلاقي مرشح أقرب لأولوياته من بايدن ومتخوش من أي تبديل ممكن يزيد حظوظ ترامب بالانتصار بكل الأحوال تبقى الكلمة الأخيرة لمؤتمر الحزب الديموقراطي لشهر الجاية شكرا